في طريقنا لسرعة إنجاز وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة أو عاصمة مصر الجديدة هذه العاصمة التي تأتي بعد أكثر من عشرة قرون وإحنا موجودين في العاصمة القديمة القاهرة متابعة من كل المسؤولين في الدولة في نفس الاتجاه حتى يكون عام 2022 هو العام الذي يشهد ميلاد العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الإطار الرئيس النهاردة بيلتقي مع مجموعة من المختصين مستشار سيادته لتخطيط العمراني لو أمير سيد أحمد وأعضاء الهيئة الهندسية وقادلها الهندسية بقيادة لواء رحكين حرب إيهابي الفار ولواء مجدي أنور رئيس مجلس دارة شركة الطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لعرض من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة والمشروع الذي تم بدء تنفيذه هو زراعة ألف فدان مشتل لإمداد العاصمة الإدارية الجديدة بمستلزمات الزراعة نظرا لأن العاصمة ستكون زكية وصديقة للبيئة إحنا نتكلم عن المناخ نتكلم عن أزمة المناخ نتكلم عن الاحتباس الحراري ومن ثم فإن محاولة إصباغ وإطفاء صبغة بيئية ومناخية على كل مدنة جديدة ده بصمة مصرية ما في ذلك شك النهاردة أيضا سيد الرئيس تحدث وتابع الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة وأبراج بورسعيد وطريق الصعيد الحر يعني لما نجي نتابع هذه الاهتمامات الرئاسية نجد أنه الاهتمامات ليست منصبة على العاصمة الإدارية فقط وإنما العاصمة الإدارية وتفاصيل دقيقة داخل سير العمل في العاصمة الإدارية ثم بينتقل الحوار والنقاش والمتابعة إلى أقصى الشمال في بورسعيد ثم بينتقل الأقصى الجنوب في طريق الصعيد الحر يعني ما أريد أن أقوله وأؤكده أن المتابعة الدقيقة التي يقوم بها السيد الرئيس لكافة المشروعات القومية في ربوع مصر في عموم مصر هي السبيل الوحيد وهي الضمانة الوحيدة لإنجاح وإتمام هذه المشروعات في التوقيتات المحددة سالفاً دا كان أول يعني خبر معنا النهاردة لكي نطمئن الناس أن الأمور بتسير على قدم وساق من أجل افتتاح عاصمة مصر الجديدة عاصمة مصر الجديدة هتكون بحق هي بوابة عبرنا إلى الجمهورية الجديدة دا مش كلام دا مش إنشاء دا مش موضوع بنقوله في سياق أخبار أو زحمة أخبار لكن بنقف وننظر بفخر أنه استطاعت الدولة المصرية خلال هذه السنوات الصعبة للغاية أن تبني وتشيد ليس فقط ملاحقة للآخرين وإنما والحمد لله سبقنا الكثيرين في مضمار إعادة إنشاء وتثبيت أركان الدولة النهاردة أنا بتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة كلم على متابعة الرئيس نفسه بنفسه مع أركان الدولة لهذه المشروعات ترجمة نانسي قنقر